وقت جمعاتكم مع حياتك صح مع جيهان عبدالله على نجوم أفآم ونجوم أفآم TV نجوم أفآم على كيفك حياتك صح على نجوم أفآم ونجوم أفآم TV تحياتي لكل مشاهدين وسبعين في كل مكان كل يوم 3 يعني كل أسبوع بنتقابل من 3 الخامسة على الهواء معكم جيهان عبدالله تحياتي ليكو أمنياتي ليكو دايما أنتوا تبقوا في أحسن حال أحسن صحة بنتكلم دايما في حلقاتنا عن الصحة النفسية والصحة الاجتماعية والصحة في العموم وان زي ان احنا نكون حياتنا افضل بجميع الطرق بيكون معنا دايما متخصصين وبيكون معنا ساعات الحلقة كاملة بتكون مخصصة لموضوع معين وساعات بتكون النص الاول مخصص لموضوع نص التاني وخصص لموضوع تاني كل سنة وانتو طيبين خلاص العيد الاضحى على الابواب عيد سعيد عليكم على كل المستمعين لو عندكم اي اسئلة طبية نفسية اجتماعية حابين ان انتو تعرفوا عنها معلومات اكتر يريد تشاركوا معنا وتبعتوا لنا على 015-59-55106 او كلمونا على 3835-022 ولو انتو بسفرين فاجازة تروحوا ترجعوا بالسلامة وخلوا بالكو بعد اكيد هنتناقش ونتكلم في تفاصيل ممكن ازاي ان احنا نقضي اجازة سعيدة من غير ما يكون فيها اي مشاكل صحية دفنا في الفقرة الاولى هو الاستاذ دكتور علي خيال دكتورة واستشاري امراض النساء والتوليد والعقم واستشاري اول اطفال لانبيب والحل المجهري مدرس امراض النساء والتوليد والعقم وعضو الجماعية المصرية للخصوبة والعقم سأل خير يا دكتور ساحة حضرتك سأل خير كانت زيك عامل ايه كل سنة وحضرتك طيب كل الصف بخير يا رب دايما تكون كده الايام سعيدة علينا وعليكم يا رب وحضرتك طيب انه في البداية طبعا احنا نتناقش في موضوع الحل المجهري وكده بس في البداية كلمة شائعة دايما بنستخدمها درجة ممكن نبقى شعر فيه معناها ايه انه السيدة دي عندها عقم وطبعا يعني التايتل بتاع حضرتك عضو الجماعية المصرية للخصوبة والعقم يعني دايما كلمة مستخدمة كتير لكن ما معنى كلمة عقم الحقيقة هي كلمة عقم دلوقتي كلمة صعبة شوية دايما ببقيننا نستبدل كلمة عقم بكلمة تأخر انجاب عقم او تأخر انجاب يعني انه الزوج والزوجة متزوجين من اكتر من سنة مرة على زوجهم سنة وفي علاقة زوجية متازمة ومحصلش حمل والعقم ده انواع من عقم اولي وعقم سنوي عقم اولي لو محصلش انجاب خالص والعقم السنوي لو حصل حمل قبل كده حتى لو حصل إجهاض وبعد كده بقى صعب يحصل حمل تاني مدة سنتين بعد الإجهاض أو ولده قبل كده طب إزاي ما حصل حمل في أول مرة ليه بقى صعب تاني في أسباب كتيرة للعقم الثانوي ده أو تأخر نجاب اللي هو الثانوي أسباب ممكن تكون متعلقة بقناة فالوب إذا حصل التهابات في قناة فالوب أو انسداد في قناة فالوب ده هيأثر على حدوث الحمل أو يمنع الحمل إذا حصل التهابات في بطانة الرحم أو تجريف الرحم ده ممكن يمنع حدوث الحمل ساعات بيحصل حاجات للزوج برضو زوج مهم جدا يعني ساعات بيحصل تغير في السائل مانا وبتاعه لو عد عليه أكتر من ثلاث سنين إن حصلش حمل لازم نراجع تحليل السائل مانا وبتاع الزوج مهم جدا فهو عشان نقول فيه عكم لازم يكون على الأقل مر سنة كاملة من زواج والزواج فيه علاقة زوجية منتظمة وحضرتك في هذه الحالة بتضطر تشوف الزوج والزوجة ولا بس تتعامل مع السوجة؟ طبعا أول حاجة لعملها لازم تحليل الزوج يعني أصل هو استشاري أمراض النساء والتوليد دايما بنفع من هو متخصص للنساء فقط لغير ولا ممكن يبقى شامل بوسي هو احنا طبعا أول حاجة بنفحصها وسائل المانوي إذا فيه مشكلة كبيرة لازم طبعا بنعرض على الدكتور الزكورة المتخصص في الزكورة بس احنا دكتور النساء هو اللي بيشخص إذا كان عنده مشكلة ولا ألا هو اللي بيوجهه يروح فيه دايما الناس بتتجه لدكتور النساء الأول فإحنا أول إجراء أول فحص لازم يكون هو تحليل الساء المانوي للزوج إذا فيه مشكلة كبيرة ممكن ننتظر أسبوعين معيده تاني إذا فيه مشكلة كبيرة تانية المرفوض نحن بيوجهه لدكتور الزكورة هو اللي بيتعالج يتعامل معاه وديله العاجات المطلوبة ويبدأ يتابعه بقى كل ثلاث شهور لحد ما نشوف المشكلة دي هل الحل بعلاج دوائي عادي ولا محتاج نحن نعمل عملية صعب يفين عدم خالص لحالات المانوية والعدم ده يستلزم إجراء عملية حق المجهري وأغز عينها من الخصية ده يعني لو فيه مشكلة في الزوج لكن نحن دايما بنقول للناس إن احنا ممكن ننزل قبل سنة كمان إذا كان في الزوجة مسلا سنها أكتر من 35 سنة مش لازم تستنى سنة كاملة بعد الجواز أو إذا كان فيه تاريخ مرضي لزوج أو الزوجة إن هم عملوا عملية قبل كده أو الدورة آآ مش منتظمة آآ أو الزوج عمل عمليات زي عمليات في الخصية كان عندي خصية معلقة خد علاج قبل كده كمان واقشعي الزوجة الدورة مش منتظمة عملية عمليات في الرحم عملية عمليات في المبيض ده مش لازم سنة و سنة خالص ممكن يكشفوا على طول وأحيانا كمان مفروض دلوقتي إن احنا بنكشف قبل الجواز مفروض إن فيه فحصات آآ مقابل الزواج مفروض ان بيعملوا شواء تحليل فحصات طويلة وعنفسهم قبل الجواس كمان عشان لو في حاجة نقدر نعرفها نتعامل معها ازاي ونشخاصها ازاي ونعليجها ازاي طيب حضرتك ده بخصوص العقم اللي هو من درجة تانية او نوع تاني لكن في حضرتك قلت في عقم اولي نتكلمنا عليه في الاول برضو العقم الاولي اللي هو انه ما حصلش حمل خالص انهم متزاوجين بقى لهم سنة ما حصلش اي نوع من الحمل خالص حتى ولا حتى اجهاض يعني. ده كده بقى ده اولي ما حصلش ما حملتش خالص قبل كده اه ما معاش اولاد زي السانوي. اه ده اللي هو لو عد سنة على الزواج وما حصلش حمل او زي ما قولنا لو اه فوق خمسة وثلاثين سنة اكتر من ست شهور لازم نبدأ يعني نكشف وناخد اجراءات يعني. طيب اه حن في ايجاز سريع هنسأل حضرتك تعريف الحق المجهري او كلمة الشهيرة اللي كل الناس بتستخدمها برضو. اه لو تقدر تشرح لنا معناها اه في ايجاز علشان بعد الفاصل اكيد ممكن ناخد تفاصيل اكتر. طيب. هو فيه فرق بين الحق المجهري والايفي اف اللي هو اطفال الانبيب. اه. الحق المجهري والاطفال الانبيب دي اه احداث تقنية لعلاج تأخر الانجاب. بيتام عن طريقها ان انا بدي ادوية معاينة للزوجة نعمل تنشيط للتبويض ومتابعة للتبويض لحد ما نوصل لعدد تبويض مناسب وحجم مناسب البيضات وبنروح المركز اطفال الانبيب بناخد مخدر بسيط وعن طريق سنار النسا سنار المهبالي بيتم شفط البيضات او سحب الانبيب عن طريق ابرة صغيرة متصلة بالسنار النسا. وفي نفس اليوم بناخد عينة من الزوج ويتم اه اه حقنها في المعمل تحت النيكروسكوب ده اللي اسمه الحقن المجهري بنحقن الحيوان المنوي داخل البويضة. كان زمان في حاجة اسمها اطفال الانبيب ولسه بنستضرهم في بعض الاحيان يعني. ان احنا بنحط البويضة مع الحيوان المنوي في انبوبة واحدة عشان كده يسموه اطفال الانبيب. مهم. ونسيبه هما يحصل اخصاب. اه التقنية ده خارج الرحم. ده كل ده خارج الرحم. بالضبط. عشان بس هو بيسر فيه شوية لخبطة. اه ايه فيه ايه الحاجات بتعمل خارج الرحم وإيه الحاجات الجوار. اه. هما الاتنين خارج الرحم. اه. الاتنين خارج الرحم. كلهم خارج الرحم. زرع البوايدة جوا الرحم ده ايه? اه. دي الخطوة لنقل الاجن. اه. الاتنين لازم بيعمل فيهم نقل الاجن. لكن الفرق بين اه حالي الميجاري واطفال النبيب ان احنا في الحقن الميجاري اضفنا خطوة اه حديثة شوية ان احنا بنحقن حيوان منوي سليم داخل البوايدة الواحدة. مش بينسيبهم مع بعض في امبوبة واحدة يتخصبوا الواحده. اه اه. يعني مش في المكان. المكان هما مع بعض فهيتخصبوا الواحدهم. النوع التاني ان هو حضرك بتاع ان. الحيوان منوي داخل البوايدة. البوايدة. ده انا دمانت ان هو داخل جوه البوايدة. فده بيزود نسب الاخصاب بيخلي الاخصاب اعلى شوية. طب ليه ممكن تستخدموا لسه النوع الاولاني طالما النوع التاني احسن. اه. فيه ابحاث تقول ان هو النوع الاولاني مدام الامور كويسة والزوج والزوجة ما عندهمش مشكلة. او لو المشكلة في قناة فالوب عند الزوجة بس. فهيكون اطفال الانبيب هو نسب نجاحه اعلى شوية. لان رحال الميجاري في اه. في مانيبوليشن يعني بنفسك البوايدة وبنجوها المانوي. ففي مانيبوليشن كتير. اه. ممكن تؤثر على عامية نجاح الحال الميجاري. لكن دلوقتي بقى لنا سنين ما بنشتغلش غير بالحقم الميجاري. لانه زود نسب الاخصاب. وزود نسب اه. اه. نجاح لعمية الحال الميجاري بشكل عامي. اه. العقم وتأخر الانجاب على الواتساب على زيرو خمسة تاسة خمسة خمسة واحد صفر صفر ستة. انتو لسه مع حياتك صح. مع جيهان عبدالله على نجوم افقام. ونجوم افقام تي في. نكمل لسه مع السيد دكتور علي خيال. دكتوراه واستشاري امراض النساء والتوليد والعقم. واستشاري اول اطفال الانبيب والحق الميجاري. بنتكلم عن الحق الميجاري. ووضحنا شوية تفسير العقم ما هو وتفسير الحق الميجاري برضو ما هو اطفال الانبيب. لكن في سؤال بيطرح نفسه اه يا دكتور هل عملية سحب البويضات ودي اللي حضرتك سكرتها. او الحق الميجاري. دي عملية جراحية. يعني في اي اه جراحة بقى وفتحه وكده وحاجات كده. ده اول دي اول شقة. الشقة الاول من السؤال. شقة تاني. هل ايه اللي بيأثر على عوامل نجاح العملية دي? تمام. هي عملية الحق الميجاري عملية بسيطة جدا جدا. مفيش اي جراحة خالص. هي زي ما حاجة بتتم عن طريق الصنار المهبلي. الصنار المهبلي متوصل به ابرى رفايع جدا. متخش عن طريق المهبل. نشف به البيضات. عن طريق مخدر بسيط لمدة عشر داية. الموضوع كله بياخد من عشر داية لربع ساعة. بعدها ستة تخرج بعدها بساعة. بتبقى حاسة بالعملية دي? حتي قلم يعني? خالص. مفيش اي قلم خالص. ممكن تحس بماس بسيط بعد العملية. في مسكنات بسيطة خالص. بعد ساعة بتروح بيتها بتاكل وتشرب تعمل كل حاجة. والتاني يوم بتنزل للشغل خالص. انا دايما بقول لهم ان اصعب خطوة في الحقن الميجاري. هي المتابعة والشكشكة الابر. يعني ستة تقدر تاخد ابر. اه من سبعين لشهر حسب حالتها. كل يوم تاخد ابر. ايه? في الراحم برضو? اه ابر تحت الجلد. اه ادوية تنشيط تحت الجلد اما في البطن او في الرجل او في اه. اه يعني خلينا بس. اه دي خطوة تاني. اه بزبط نعمل سنار. اوكي. سنار بيبعا اه متوصل بابرة. الابرة عن طريق سنار بنشفط البيضات. اه اه وبعدية بتخرج بساعة يعني. فيش اي قلم خالص خالص. مش 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 كله في نفس الوقت. وبعد كده بترجع لحضرتك تاني. اه في نفس اليوم زي ما قلت حاجة بناخد عينة من الزوج. اه. ونحقنها اه من جوة البيضة. ونسيبهم اول اليوم. بنشوف الاخصاب تاني يوم. تاني يوم بنبلغ من اخصائي المعمل او الاجنة. اه عندنا كان بوايضة نتجة. وكان بوايضة من المتخصبت. وابعدين بنتابع الانقسامات. وبنحدد زكاة العملية بقى اه بعد كده بيقى في حاس ما زرع الاجنة. وعملية الزرع دي عملية بسيطة جدا خالص. اه بتتم عن طريق اسطرار فياعة خالص. من غير مخدر من غير اي حاجة. بتخش عن طريق المهبل. وبنحط الاجنة عن طريق السونار او من غير السونار. مضوعة سهلة جدا خالص. والعيانة بتستريح عندنا في المركز من ساعة لساعتين. وبعدها بتمشي عادي خالص تحرك فيش اي مشكلة خالص. تاخد وقت اعملية الزرع دي عبر عشرة دقيقة? الزرع مش هتاخد دقيقة واحدة. دقيقة لديتين. اه بكد مضوعة سهلة جدا خالص. ما فيش اي مخدر. المفروض ان احنا بنحضر السيدة من اول اليوم بتيجي فيها الايانة. انهم عاملين لها بلان وانهم كشفين عليها كويس. ومحددين اه اه انها عيانة هيبقى فيها صعوبة. وانها عيانة تبقى سهلة. مفروض في اول زيارة بتيجي السيدة بنكشف عليها فحص شامل. نستبعد ازا كان فيه اه مشاكل في الرحم. اه في حاجة هتأثر على نتيجة الحال المجالي. السؤال التاني اللي حاجة هنتكلم عنه. اه ايه بقى اين اللي بيقصر بالزبط? طب نخلص القسم الاولين بس. اه يعني اه احنا قلنا ان الزرع العملية سهل خالص. طبعا ما احنا كشفين كويس. ومحددين كويس الحاجات اللي احنا نقدر نعملها ونعملها ايه بالزبط يعني. في ناس بلقى متوقعين ان الزرع يبقى صعب. ممكن في الحالة ديني اديها تخدير ونقدر نتعامل معها برضو. معارفين مين هي الزرع الصعب. اللي عندها تاريخ موردي قبل كده. العمليات في الرحم او عاملة حاجة في عنق الرحم او اه عاملة حقن ميجاري قبل كده وقالت انه الزرع كان صعب. ودكتور بتتم في الغرفة بتاعيتها عادي خالص من غير تقدير من غير اي حاجة. وبتروح في نفسي اليوم بعد ساعتين تتحرك وتعمل كل حاجة عادي خالص فيش اي مشكلة خالص. وتروح شغلها عادي. تروح شغلها ممكن تنزل شغلات تاني يوم بس في الغالب الناس بتخاف شوية عندنا في مصر لكن حقيقة ان كل الابحاث والدرسات والابحاث العالمية بتقول ان ست تحرك تروح شغلها عادي جدا فيش اي مشكلة خالص. طب اللي شغلها مسلا فيه شوية حركة زيادة. مسلا رياضية او في بطولات او بحتاجها. طبعا مش. سفر مسلا في طيران او كده. ممكن تسافر. السفر مفيش مشكلة خالص. والرياضات. عندنا ناس بتيجي من دول العربية كتير وبيعملوا عملية وبيسافروا في نفس اليوم بركابوا الطيرا عا فيش مشكلة خالص. لكن رياضات طبعا العنيفة والرياضات اللي صعبة ما بنصحش بيها او الاسواعين. احنا بعد اسواعين من الزر. بنقدر نحدد ازا كان حصل حاملة او لا. يعني لو راح اجيب مدالية اولمبية ما نفعش اعمل. اه لا ناجيلها شوية. اه لا ناجيلها شوية. خليها قبل الزر. اه. حامل الاسقال طبعا كمان او او جارية او كده. طيب ايه العوامل اللي بتؤثر على نجاح العملية? عملية الحقنية? طبعا ده سؤال مهم جدا طبعا. اه في عامل كتيرة جدا اهمها طبعا اه سن الزوجة. اه كلما تقدم السن كلما قلت نسبة نجاح الحقن النجاري. اه احنا عندنا بعد خمسة و تلاتين سنة بتبدأ نسب نجاح الحقن المجاري تقل. اه نسب نجاح الحقن المجاري في احسن حتة في الدنيا. وفي احسن الظروف بتقبع حوالي اربعين لخمسين في المية. يعني من كل عشرة بيعملوا عملية. ده هو قبل خمسة و تلاتين سنة. اه قبل خمسة و تلاتين سنة. النسب النجاح من اربعين لخمسين. اه من اربعين لخمسين في المية. اوك. من كل عشرة بعملوا. في خمسة تاريبة بيحمله. وفي خمسة ما حصلش نصيف من اول مرة. مم. بعد خمسة وتراتين سنة بتبدأ النسب تقل. بعد الاربعين بتبدأ النسب تقل بشكل كبير جدا جدا. ممكن توصل الخمسة لعشرين في المية في سن الاربعين سنة. بعد تلاتة اواربعين سنة ما بدنصحش اصلا حد يعمل حق نقي جاري. مم. النسب النجاح مش هتعدي من واحد خمسة في المية. وفي الحال دي كمان نسب الإجهاء بتبقى مرتفعة جدا. ممكن توصل تسعين في المائة. مه. فاحنا بعد سنة تلاتة واربعين سنة اصلا بنصحش حد انه يعمل حالة ميجاري. الا ازا كانت السيدة مصممة. بشرح لها كويس قوي انه النسب النجاح قليلة. لان اه حتى لو كان التحليل بتاعاتها كويسة والمخزون كويس. اه بزبط اي سبب? يعني افرنت صحيتها ممكن تكون صحيتها احسن من اللي عندها خمسة وتلاتين سنة. بزبط. في ناس كتير بيطلع على بويضات كتير جدا واجنة كتير جدا بس بتبقى مشكلة ان فيه جودة البيضات. اه. كلما تقدم ساني بتبقى فيه خلل في الكرموزومات. بتبقى جودة البيضات مش كويسة. فبالتالي بيانتو الجنيه مش كويس. في الغالب بيبقى الدنيا مش ماشية كويس يعني. احنا دايما ما بننصحهاش لكن بتصمم يعني بعد ما نشرح لها كويس كل التفاصيل وكل الحاجات. ازا مصممة. حقا انها تعمل وتجرب. اه يعني هتجرب مرة او مرتين. اقصى حاجة مرتين. بعد كما في العمالية دي كلها لازم الزوجي موجود ولا بس في الاول هو بيجي تعمل له التحليل والحاجات دي وخلاص. طبعا هو في الاول اول زي ما تحكي اول زيارة زوج بنشوف تحليله عامل ازاي. لو تحليله كويس ده خلاص ما فيش منه مشكلة. بنحتاج يوم واحد بس يسيب عينة فيها. لهو عنده صفر او شغلة او حاجة ممكن نجمد عينة سائل منه في المركز. مم. وبنشتغل بالعينة دي زيها زي الفرش عادي خالص. لهو ما زي ما تحكي لازم الاول نحدد نوع المشكلة. ساعدة او في مشكلة كبيرة لازم يشوف دكتور متخصص زي دكتور زكورة. دكتور زكورة هو اللي بيتعامل معاه. مساعدة بنضطر ناخد عينة من الخصية. ده مش دكتور النساء اللي بيعملها. دكتور الزكورة اللي بيعملها في المركز اطفال النبيب. عشان يقدر ياخد فرصة كويسة. وياخد شانس كويسة ان احنا نلاقي حياة منوية بيقوله من الاول ان احنا هنلاقي نسبة حيات منوية بنسبة كم في المية. وهيقول له هنعمل العملية دي نفس يوم ساحب الباوضات. ولا نعملها الاول اللي هو كاستكشاف. ولولا لانها هنجمدها. بعدين نرجع نحضر السيدة ونشتغل عليها تاني. يعني عليها ترتيبات معينة مع دكتور زكورة. حياتها تيم اه كامل مش دكتور نساء بس. اه دكتور معمل ودكتور الزكورة ودكتور نساء لازم هما تكونوا تيم كامل يعني. وطبعا اناسيزيا وكل الاسطاف الموجودين. تخدير اه. مصطلح الاخصاب المساعد. هو كل ده. هو كل ده. يطلق عليه الاخصاب المساعد. اخصاب الطبي المساعد هو ده ينطبق عليه اللي هو اطفال الانبيب والحقن المجهاري. اه. وتركيح الصناعين. ده احنا بنساعد. تايتل العامر او العنوان العامر. بالضبط. ده العنوان الكبير بتحديد كل العنوان الصغيرة دي. طيب هل بقى يمكن تحديد نوع جنين او بيجي لحضرتك مريضة تقولك انا عايز اجيب ولد. انا عايز اجيب بنت كده. طبعا كتير جدا. انا ازا اقول حاكم دلوقتي نسبة كبيرة جدا ما يعاني بيجي هاري في معظم المراكز. معظمهم عشان تحديد نوع الجنين. الحقيقة انه اول ما الموضوع ده ظهر احنا يعني كان عشان الامراض الورصية. يعني بنحدد نوع الجنين عشان لو اسرة بيجيب بنات فيهم مرض معين فبنعمل فحص وراسي ونستبعد البنات عشان يجيب ولد اللي هيبقى سريم او العكس ساعات بيجيه ولد. اه وفيه مرض بيبقى للبنات بس ومرض الولاد بس. بالضبط اه ساعات زي الهيموفيلية مسلا ده مرض شهير جدا بيجي الولاد. فساعات فيه اسرة كل ما هتخلف بيبي ولد هيجي فيه هيموفيلية. اه. فبنعمل فحص وراسي. اه 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 مرض من امراض الدم. اه. بيحصل فيه نزيف والتجمع الدموية حاجات صعبة شوية. اه اه. فكان هو معمول عشان الامراض الورصية. دلوقتي يبقى معمول عشان حاجات سوشيال يعني. اه ازا كان حد معها بنات وعايز يجيب بنت او العكس معها ولاد وعشان عايز يجيب بنت. احنا بدأ نعمل فحص للاجنة قبل ما نزرعها. بناخد خلية من كل جنين في المعمل في اليوم التالي تقريبا. ونفحص الخلية دي ورصيا. عشان يعرف مين فيهم ولد ومين بنت. وبعد ما نفحص الحاجات دي. بنتم زرعها جوا الرحم. وبعدها في الاخر هو اه توفيق اه ربنا ونصيب اللي هي نصيب تحمل. بقى بس حضرتك بتختار النوع. اختارنا النوع بس احنا مش ضمنين ان يحصل حمل. اه لا اه في العموم اه ده. في العموم مش ضمنين ان يحصل حمل. لكن النوع خلاص احنا عارفينه او محددين من الاول. بزبط. اه اه. موضوع ده ريزك شوية. وكمان السيدة اللي بتعمل حاجات ديته وهي اصلا بتخلف طبيعي. بتقولك انا بخلف طبيعي. انا ليه ما احملتش اصلا يعني. احنا اول ما بنواعود معاهم. احنا تبقى بتخلف طبيعي وهو ما تتحم espresso. بتحميش في حال مجاري. اه. نعم. انا زي ده معناه ايه ده? لان احنا بنتكلم في واحدة في فرصة واحدة. بتتجاوز المجاوز اللي بتخلف طبيعي قعدة مع جوزها كل شهر. عندها فرصة كل شهر. اه. لكن احنا بنتكلم في واحدة في فرصة واحدة بس اه اه فاول ما بنقعد معاهم بنقولون طبعا ممكن ما نلاقيه اصلا اولاد ممكن نلاقي الود ونزرعه ومحصلش حمل. ده وارد جدا طبعا. از نجاحها من خمسين ستين في المية بتعديش كده في احسن الدنيا. يعني في كل يعني الحمل ده بتاع ربنا في الاخر. وكذلك التوائم منكلام. والتوائم طبعا. اه. طيب. اه ايه دور الليزر في في الاخصاب المساعدة? اه الليزر موجود بقاله فترة كبيرة موجودة في مصر كمان وموجود في معظم المراكز الحقن المجهاري. اللي دور في حاجات محددة جدا. يعني الجهاض او فشل الحقن المجهاري المتكرر. او لو سن زوجة متقدم اكتر من خمسة وثلاثين سنة. اه او لو عندنا حاجة في البوايضة. يعني الليزر ده يعني ببساطة بيساعدنا على حاجة اسمها الفاكس. اسمها الفاكس الليزر. هنتخيل حقيقي لو في عندك البوايضة دي بعد ما نحقنها بالحيوان المنوي. بتتحول من بوايضة لجنين. طبعا. يبدأ ينقسم لخليتين واربعة وتمن اجنة. تمن خلايا اسف. ويبدأ ينقسم الجنين لحد ما يوصل لمرحلة معاينة. المفروض ان يخرج من جوا الغلاف بقى اللي هو كان الغلاف البوايضة ده. ويحصل له فاكس. اه زي الكاتكوت ما بيخرج من البيضة. اه بزبطة. نفس الكلام. اه في بعض الحالات بيكون الغلاف الخارجي ده ساميك جدا. يبقى صعب الجنين ده يخرج منه عشان ينغمس في بطنط الرحم. ده عشان معمول بالحقن المجهاري ولا ده في العادي حتى في الحملة العادي. لا لا في بعض الناس العاديين جدا. اه ايه. وده ممكن يكون سبب للاخر الانجاب. اه اوك. يعني ده ممكن يكون ده من اسباب الاخر الانجاب. احنا برضو لما بنعمل حالة مجهاري لناس اه غير معلوم السبب. بساعات بنكتشف السبب واحنا بنشتغل. بيلاقي في ساعات البوايضات معظمة جودتها مش كويسة. بيلاقي آآ آآ غلاف البوايضة ساميك. بيلاقي اسباب بتفسر لنا اللي ما كانتش بتخلي في السيدة دي. اوكي. اوكي. فالليزر ده عشان نعمل سكب في الغلاف الخارجي بتاع البوايضة. اه يعني اه سكب خارجي عشان يقدر الجنين يخرج منه بسهولة يعني. اه. تمام. بس ده يعني استخدام الوحيد للليزر في العمليات. اه استخدام حاجات معينة. وده مش رطيل لكل الحالات. اه قلت فيها فشل متكرر للحقن المجالي. يعني في بعض الدراسات اللي حاسة تقول ان احنا الناس اللي عندهم فشل المتكرر للحقن المجالي. بتعمل كل مرة حقن المجالي محصلش نصيب. ممكن نستخدم الليزر في الهاتش ده او الفاكس بالليزر يعني. اه. ممكن يستفيد منه. لكن الحقيقة هو ما فيش دليل علمي قاطع على الحاجات دي كلها. اه. يعني وده مش رطيل لكل الحالات. اه. اوكي. حنستكمل كلامنا مع دكتور علي بعد الفاصل. اسئلتك بخصوص الحقن المجالي. وتأخر الانجاب والعكم. اه نستقبلها على الواتساب انتو لسه مع حياتك صح مع جيهان عبدالله على نجوم افقام ونجوم افقام تيفي. حياتك صح على نجوم افقام ونجوم افقام تيفي. لسن كاملين مع دكتور علي خيال. دكتورة واستشاري امراض النساء والتوليد والعقم. استشاري اول اطفال الانبيب والحقن المجالي. كاملين موضعا عن الحقن المجالي. تأخر الانجاب. واتكلمنا عن اي في اف وطريقة يعني الحقن المجالي بتفاصيله. وتعريفه طبعا. واتكلمنا عن ممارسة الحياة ما بعده اللي بيحصل. واثناء عماية الحقن المجالي اللي بيحصل. بس في حاجة مهمة يا دكتور حبين. احنا بس المنطحة شوية نأكد عليه عوامل نجاح الحقن المجالي. اللي بيخلي العملية دي نوصل على الاقل اللي بقى ضمنين نسبة الخمسين في المية لحضرتك زكر ده. تمام. احنا احنا قلنا السن الزوجة ده مهم جدا. اه غير سن الزوجة. الرحم نفسه ازا كان فيه اه حاجة تؤثر على تجريف الرحم زي مثلا لو فيه اه زايدة الرحمية. لو فيه. اه الاورام اللي فيه. اه اه فيه نوع منها اسمول الزوائد الرحمية. بتوبها حيات صغيرة موجودة جوة تجريف الرحم. اه لو فيه اه حاجة في القناة فالوب. لو فيها ارتشاح مسلا. وطبعا كل حاجة دي بتتحدد في اول زيارة زي ما قلت حضرتك. لازم نتأكد ان الرحم ما فيش فيه اي حاجة. يعني لو فيه زايد الرحمية لازم تشارب المنزار الاول. لو فيه ارتشاح في القناة فالوب لازم نفصلها الاول قبل ما نعملها متحقن مجاري. اه من الحاجات المهمة جدا طبعا الزوج. طبعا زي ما قلت حاجة يعني فيه فرق قوي بين زوج تحليله كويس. وزوج هناخد منه عالم الخصية. متوقع جدا الزوج هناخد منه عالم خصية. ما عندهوش سائل ما نوع عادي. يكون نسة نجاحه اقل جدا لان دي خلايا مش احسن حاجة وضينا من خصية. اه فالزوج مهم جدا. اه السمنة من حاجات اللي بتأثر على الحق المجاري بيتسهل بجدا. يعني كلما زاد الوزن كلما قلت نسب نجاح الحق المجاري. المحاولات السابقة. يعني لو السيدة عاملة محاولات سابقة قبل كده وحصل حمل. وبتكرر محاولة تاني. النطاقة ان هي ممكن تحمل بنسبة كبيرة. ده من الحاجات اللي بتزود فرص اه حملها. انها كانت حامل قبل كده طبيعي ولا بالحق المجاري. طبيعي بيزود طبعا فرص الحامل حتى لو حصل اجهاض يعني. اه. او لو عملت حق المجاري وحملت. فده متوقع انها تحمل تاني بالحق المجاري. في ناس كتير او بتعمل مرة وبيبقى عندها اجنة اه في المعمل تعمل تاني بعد سنتين او تلاتة يعني. عندنا كتير او بنعملهم مرة او اتنين وتلاتة. او بتعمل عشان سبب اه دائم يعني عندها مشكلة في الانبيب مشكلة عند الزوج وحملت اول مرة ربنا الكرامة فده اه بتبقى فرص نجاحها قعبة شوية من اللي محملتش خالص. وبرضو نفس المضوع يعني. ازا سيدة عملت محاولات كتير حق المجاري وفشلت. فاحنا متوقعين ان هي. هتفشلت نجاحها مش هتبقى احسن حاجة. اه. لانو الخلافة فشلت اول مرة وتاني مرة فاحنا متوقعين ان هي ممكن اه نسل مجاح تبقاش احسن حاجة. اه خصوة لو كان في سبب يعني سبب. هو ايه اللي بيخليه بزبط الدنيا تفشل يعني مش روما ما هي بوايدة بتتحقن في الرحم. اه بوسي ما احنا ما كانش حد غلب. اه. في اسباب غير معروفة. طبعا في اسباب غير معروفة كتيرة جدا. اه. 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 حاجة بتاعت ربنا. حاجة اسمها الاراضة الهيئة. اه. ما كانش حد غلب كان كل راح يعمل اطفالنا البيب رجع بعيل يعني. فهو احنا بعد ما نعمل كل حاجة صح ونعمل كل حاجة. احنا اوزف. اه. بدون علم يعني بدون معرفة السبب ايه. بالضبط. انغمس الاجلنات داخل رحم بقى ان هي تثبت وتكمل جنين وحمل وبيبي وتكمل بيبي دي حاجة بتاعت ربنا فيش فيها اي تدخل خالص. الحاجات اللي في ايدينا احنا نشخص صح. نتابع صح مع حد متخصص صح. نعمل العملية في مكان كويس. ودكتور لازم يشخص الحالة من اول سيارة زيارة اتحرك يستبعد الحاجات اللي اتأثر بقى. في حاجات يعني لازم هتأثر. زي من حاجة زواد اللحمية. اه. ورم اه لي في فتبوف الرحم. اه ورم لي فيها متعددة. اه ورم لي في حجمه اكبر من خمسة سانتي. اه اه مية في الانبوبة. ارتشاح في الانبوبة. لازم يتفصل. اه بطانر مهاجرة. الحاجات اللي بتقلل نسبة جهة الحالة المجهارة كتير. اه لو السيدة عندها بطانر مهاجرة. ودول ليهم بروتكول معين كده بممكن يستخدموه يعني. السيدة اللي عندها تكالوسيات على المبيض. لازم ليها بروتكول معين وتحذيرات معينة لندور برضو عرض ان هو ما يخشوا في حاجات. طب احنا ما نعالج الحاجات دي الاول وبعد كده نبقى نعمل حال مجهاري ولا ولا مش ده اللي بيحصل. بوسي هو دايما اللي بتبقى جاية اه مركز حال مجهاري او جاية الدكتور متخص في حال مجهاري بتبقى لفت على كل حاجات دي. بقى لها سنيه بتعالج الحاجات دي. يعني اللي عندها امرام اللي فيها تشيلها. طبعا. اه. ده طبعا. ده اساس. والحاجات دي كلها. يعني قصدي. ده اساس. لو عملنا عمليات التحذير دي او ان احنا عالجنا كل المشاكل دي. طبعا. طبعا. قبل حال مجهاري اكيد. اه لو فيها قرب من فيها زوجات حدريتك او زوجات الحمية لازم تتشيلها وفيها انبور لازم تتفصل. اه. اصدل عندها تكايوسات على الميبد وعندها بطالة مهاجرة. دي خلاص لفت وعملت اه حاجات كتير وخلاص ودي خطوة على دور. يعني قلنا الحقن الميجاري دي احدث طريقة لعلاج تأخر الانجاب. فهي خلاص اه الناس ده بيقولها في كتير سنين طويلة وعملوا كل محاولات ان هم يحملوا طبيعي لكن ما حصلش نصيب. او ما عندهمش حاجة خالص وتأخر حمل غير معلوم السبب وخلاص ولجوا الحقن الميجاري. فخلاص هي بتبقى دي اه اه احدث طريقة للعلاج ودي اخر حاجة بنقدر نعملها يعني. وفي الاخر هو توفير ربنا وزي قلت حقيقة هي الارادة الالهية. بعد ما نعمل كل حاجة ليها نس مجاح ما بدنا ندرش نتعدها يعني. طب الامراض المزمنة سيدات اللي عندهم امراض مزمنة زي السكر. طبعا. طبعا. كل ده بيقصر طبعا. يعني حاجات كلها. طبعا. يعني علاقة كبيرة جدا. طبعا كل يعني الضغط لو مرتفع هيأثر طبعا عليها. طبعا دي لازم. فترة الزرع ولا ده فيما بعد في الحمل. في الحمل طبعا وفي الزرع. لو سيدة عندها سكر لازم السكر الاولي تزبط. نفعش نعمل العيانة عندها مريض السكر من قبل ما يبقى سكرها وسكرات تراكومي ما تزبط ووصل للنسبة معينة. يعني اي سيدة عندها سكر لازم نزبط سكر الاول ولازم تمشي على انسولين يفضل انسولين لو هي بتاخد جرعات كبيرة من الادوية. ولازم تزبط سكرها وسكرات تراكومي قبل ما تخش على الحال الميجاري. لان احنا متوقعين لو حملت في الظروف دي سكر عالي. وارد اوي ما يحصلش نصيب. وارد اوي يحصل اجهاض او يحصل تشوهات الاجنة لقدر الله. لكن في الغالب كلهم الامور تمشي كويس. ودلوقتي السكر بقى بتزبط بممتاز سهولة بعد انسولين وبعد انسولين موجود يعني. هل التغذية اثناء وقبله بعد? طبعا. طبعا. مش حقيقة هي البويضة دي خلية من جسم الانسان. اه ازا كان الانسان ده بيتغذى بطريقة سيئة او او ما بياخدش عادات اه سليمة في الغزاء فتبقى البويضة دي متوقعين انها جوادية تبقى مش كويسة. فده بيأسر عجوة البيضات. مم. فلازم طبعا التغذية والسمنة لازم نزبط الوزن كويس اوي قبل ان نبدأ في الحال المجاري. ولازم ننزم غذائي كويس. ونبقى ده حيات اللي ممكن تبقى ضرر بشكل عام بالصحة. زي اي حاجة مضرر بشكل عام بالصحة. زي ما احاكي البويضة دي خلية من جسم الانسان. والزوج. تدخين بقى اول حاجة. تدخين طبعا مهم جدا ان احنا نقل تدخين او نمناعه خالص لو قدرنا يبقى كويس جدا. اول مش هنقدر نقلله شوية ده كويس. والزوج زي ما قلت حضرتك مهم جدا. احنا دايما بنشتغل على الزوج والزوجة. يعني الجنين اللي هينتو جده اللي هنزرعه هو الرحم ده. آآ آآ نص المادة اللي ورصية من الزوج ونص تاني من الزوجة. فلازم الزوج آآ ساعات قوي يبقى الزوج عنده سمنة مفرطة نقول له خس شوية الامور تتحسن معهم. آآ بجد ده بيفرق كتير جد. يعني لو جان. هو الزوج آآ بس آآ لما يبقى عن سمنة مفرطة اعلقته بالحاني مجهري. مش حاني مجهري. ده هيحسن النسب آآ الحمل بشكل عام. يعني لما بجاننا زوج وزوجة وآآ ومسلا زوج عنده سمنة ومحصلش نصيب نقول له خس شوية ممكن يحصل الحمل طبيعي. لو هم عندهمش سبق قوي من على آآ آآ طبعا. السمنة بتأسر حيوانات. اه بتأسر طبعا الحياة منوية طبعا. آآ بشكل كبير. المنوية حياتها دي خلية من جسم الانسان. زي. والسمنة دي مرض مزمن يعني. آآ بيأسرح حياة كتير جدا في الجسم وفي الهرومونات وبيدي تأثير ضر جدا على الحياة المنوية وعلى كل الجسم يعني. طب لو كل ده مزبط وكل حاجة. بس الحالة النفسية للست مش تميلة. طبعا هما طبعا اللي بيعملوا الحياة المجالبة وقلالين جدا جدا. حالته النفسية تبقى مضطارة بس. دايما بننصحهم الحياة النفسية دي مهمة جدا في كل حاجة. لازم يسيبهاها ربنا هي عملت اللي عليها. وخلاص وتوجهت اللي الدكتور بتصق فيه وتعمل اللي عليها وتسيب كل حاجة ربنا. في الغالب ربنا بيكرمهم. يعني انا مش عايز آآ ناس تبقى قلقانة من الحياة المجالية وخمسين في مية ودي نسبة قليلة لا احنا بنعمل مرة واتنين وتلاتة في الغالب ربنا بيكرم ازا كانش. كان مرة يعني يعني عدد مرات اللي نحاول فيهم. لو صغير العدد مفتوح ما عندناش مشكلة طالما تقدر تدفع الفلوس تقدر. بس هو ما هو يعني يعني قصدي علميا او طبعا بالنسبة لحضراتكم كده كترة ما خلاص عملت مرة واتنين وتلاتة هل الرابع هتفرقي من قصدي يعني. اه كل مرة عندها فورس. كل مرة عندها انها تحمل. كل مرة عندها نسبة اربعين في المية انها تحمل في الغالب بتحمل. عندنا ناس كتير قوي حملت من رابع مرة وخمس مرة ومن سالس مرة وعشر مرة. اه ما عندهاش مشكلة. ازجاد تقدر تعمل. يعني عندها المخزون يقدر يعمل. قدرة مادية. هي والزوج يقدروا يعملوا. يعملوا. مفيش مشكلة خالص. لما كنت بتكلم في الحالة النفسية غير حتة القلق طبعا اي حدا بيعمل اي حاجة بيقلقان. لا انا كلمة مثلا. حياة الست دي حياتها صعبة. جوزها بيعرضها الحياة صعبة. منهارة في الحياة في العموم. بتتأذى باي ازم خارجي في شغلها او في حياتها. يعني ده هيأثر برضو على طبعا. اه طبعا هيأثر جدا. بالسالب لازم تبقى الحالة النفسية مستقرة. ولازم الزوجين يبقوا مستقرين نفسيا. انا عايز اقولك كتير جدا من الازواج عندهم مشاكل كتيرة جدا. في ناس بتبقى مشت في كورس العلاج وفي ناس حصل انفصال يوم اللي صحب البيضات. او بزبط طلقت او كده. اه يوم صحب وضوات. يعني في ناس انا. دي حالتها نفسيا بتقعها اكيد. حالت المضطربين. دو لازم الاول اللي يكونوا مستقرين نفسيا وامرهم يعني انا شايف هت يعني هتخلف لي والامور مضطربة لازم يبقوا هاديين شوية. لامرهم يعني مستقرة نفسيا وامرهم تبقى كويسة وعاديين يتفكروا في الانجاب لازم. حالة نفسية مهمة جدا طبعا. هتخلف لي والامور المنفسية مضطربة. يعني انا بقول الحاجة في ناس بيحصل انفصال. واحنا شايفين في اجراءات الحالة مجال درجة دهما مضطربين جدا. بس هاي الامر بتبقى عايزة يعني عندها طفل بغض النظر بقى زود ده مقاعد ولا مش اه ولا بكامل ولا مش بكامل. بس طفل من زوج مش مش موجود ومش متحمل مسؤولية ومش يعني اه طبعا غريس الامر موجود عند كل السيدة وربنا اكرم كل السيدات بالامرومة. لكن لازم انزوج يكون متحمل المسؤولية يكون معها في كل خطوة. يعني مفيش داعي للتعب طيب يعني احنا للاسف وقتنا خلص يا دكتور بس بتمنى ان احنا نكون يعني اه يعني معلومات كلها غطيناها. نتمنى نكون قدرنا نفيد المستمعين وانا نكون سعيد جدا انا موجود معاكم النهاردة وسعيد ان انا موجود معاك شخصيا. واتمنى يكون احنا قدرنا نوصل اي معلومات ولو بسيطة للناس ونكون عند حسن ظنوهم يعني شواء الله. لا ده اكيد استفدنا من وجود حضرتك يعني يا بتكونوا استفدتوا من معلومات اللي كلمنا فيها في قسم الاول من حلقاتنا النهاردة عن الحق المجهاري تأخر الانجاب والعقم وكده وحاولنا ان احنا نوضح الامور بشكل مفصل اكتر. بس اكيد هكون معنا دكتور علي في حلقات تانية جاية من حياتك صح ونتكلم في الملف ده برضو اكيد في حلقات تانية جاية. بحب اشكر استاذ دكتور علي خيال دكتوراه استشاري امراض النساء والتوليد والعقم. استشاري اول الاطفال الانبيب والحق المجهاري ومدرس امراض النساء والتوليد والعقم وعضو الجماعي المصرية الخصوبة والعقم. نورتنا وشرفتنا. شكرا بسي جدا. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. تابعونا. خليكم معنا لسا مستكملين. فقراء التانية من حلقاتنا من حياتك صح كمان دقائق. انتو معا. حياتك صح. مع جيهان عبدالله. على نجوم اف ام. ونجوم اف ام تي في.